سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم ومثل ما وعدتكم رح نتكلم عن التوابل وعن البهارات اللي لازم تكون موجودة عندش بالمطبخ طبعا هذا الفيديو ما رح يكون فقط مفيد للمبتدئين وإنما حتى احنا يعني اللي نعرف نطبخ رح نستفاد من المعلومات ونتبادلها بيناتنا اكو بوست خليت بالمنتدى اتبادلوا ايضا بالبنات معلومات عن البهارات وعن التوابل تقدرون ترجعوا لي وتستفادون من عنده وايضا تقدرون تحشون لنا وتسولفون لنا عن خبراتكم بالخلطات وبالبهارات اللي تسووها وتستخدموها بالطبخ وتخلونا ياها بتعليق اسفل الفيديو رح نبدي بسم الله وحشوفكم شنو عندي بهارات بالمطبخ وإن شاء الله تستفادون من المعلومات اللي رح أذكرها نقول بسم الله ونبدي وعندي هنا مجموعة من البهارات طبعا ما طلعت كل العلب اكتفيت فقط بهذه الاشياء اللي كلش مهمة طبعا اكيد رحنا كعراقيين ما نستغني عن التوابل سواء كانت مطحونة أو غير مطحونة خصوصا عدنا ايضا بهارات كلش مشهورة مثلا الكاري الكوركم الكمون رح نتكلم عليها بعد شوية بالتفصيل عدنا البابريكا النومي بصرة عدنا ايضا البوصل الباودر الثوم الباودر ايضا نستخدمه الفلفل الاسود الكزبرة عدكم هذا ليمون دوزي او ملح الليمون دائما الاخوة العرب يسألوني عنه هذه مادة حامضة نستخدمها حتى تنطيط طعام حامض للأكل سواء مثلا بالدجاج او باللحوم او ما الى ذلك طبعا عدي كتوابل مطحون وغير مطحون مثلا عندي الهيل ابقي كحب مثلا اخليه ويتمن او اخليه مرات من اسلب لحم او اسوي تشريب استخدمه بتخدير الشاي ابقي مرات كحب ومرات يعني اطحنه حتى استخدمه بالحلويات او كليتش وما الى ذلك عندي ايضا القرفة او الدارسين ابقيها مرات كعصي او عيدان بهشكل هذا اللي دا شوفو استخدمها ايضا بسلق اللحوم او تحضير مثلا التمن او البرياني ومرات لا اطحنها بهشكل هذا واخليها بعلبة ايضا استفاد من عندها بالطبخ وحتى بالحلويات القرفة او الدارسين تدخل بكثير امور سواء حلويات او طبخ وما الى ذلك فكلش مهم وجودها بالمطبخ طبعا القرفة انصر اساسي بتحضير كثير انواع من خلطات البهارات ما الكبة ما البرجر ما القصد تدخل بكثير وصفات عندي ايضا ورق الغار او ورق اللورة كلش مهم من نسلق لحم او نسلق دجاج نخليه وياها بالمي فيغطي او يزيل طعم الزفرة اللي يكون عندي بسبب اللحم هسا رح نيجي على اكثر شي يسألوني علي الاخوة العرب وهو النومي بصرة النومي بصرة هو هذا شكله او اسمه الليمون المجفف الليمون الاسود المجفف هذا هو شكله عندي مننا حب كامل وعندي مننا مطحون الحب الكامل استخدمه مرات بالتشريب او في تحضير انواع معينة من المرق مثل الاسبياناق او مرات اخليه ويا يخني الدجاج وعندي مطحون يدخل بكثير وصفات اكيد ملاحظيني استخدمه كلش مفيد وطعمه كلش طيب ينطفد نكهة حامضة ومميزة للأكلات اللي انضيف بيها نومي بصرة هسا رح نتكلم على نوع من انواع البهارات القوية اللاذعة الى وهو القرنفل طبعا القرنفل انا احب استخدمه مطحون وليس حب كامل واكيد كلكم تعرفوه يصير بشكل حبوب على شكل زهرة لكن انا احب استخدمه مطحون اخليه بكثير وصفات واحضر بيه خلطات معينة من البهارات مثلا بهارات السمك بهارات الكبه مرات اخليه ويا الهامبورغر ينطفد طعم كلش طيب يعني يدخل بالتحضير كثير من الوصفات رح نتكلم على نوع اخر من انواع التوابل القوية الى وهي الكبابة او اسمو حب العروس او فلفل جاوة اختلفت التسميات والمكون واحد طبعا كلش احب اني هذا النوع من التوابل وصايرة استخدمه حتى ويا قص الدجاج استخدمه اخليه ويا كباب العروق قبل شنة ما استخدمه لكن بصراحة يعني اخر فترة قمت استخدمه بكثير وصفات واكيد لاحظته هذا الشي بالفيديوهات مالتي طعمه كلش طيب شوية نكهتة حارة لذلك ما نكثره هواية من انظيفة لكن ينطفد نكهة كلش طيبة للدولمة مثلا اخر مرة ويا شنو خليت الكومية ويا قص الدجاج طعمه كلش كلش طيب نوع اخر من انواع التوابل الحارة الى وهي جوزة الطيب طبعا اخر فترة قالوا انه ليكثر من جوزة الطيب بيأثر هذا الشي على القلب هي اكيد يعني جوزة الطيب كثرتها تأذي لان هي كلش حارة واحنا دائما من نستخدمها بالطبخ ايضا انظيفها بكميات قليلة مثلا انظيفها بالبشاميل انظيفها ويا الماكرونة تنطفد طعم كلش طيب وايضا انا اذا اضيفها من اسوي الدجاج ايضا نكتها كلش مميزة نستخدمها بكميات قليلة من انظيفها للأكل لانه مذاقه لاذع وحار هذا شكلها ايضا تقدرون تشتروا كحب او تحتفظون بيها مطحونة وصلنا هسه الى صديق التوابل الى وهو الكمون طبعا الكمون مو بس نستخدمه كتوابل هو ايضا اذا فورنا كحب وشربنا كلش مفيد للجهاز الهضمي نستخدم اكثر شي ويا الاكلات اللي بيها بقوليات مثل الحمص نخليويا الفلافل مثلا شربة العدس البرغل هذه الاشياء تعرفون انتو تأذي الجهاز الهضمي فالكمون يساعد على تخفيف اثار هذه البقوليات على الجهاز الهضمي كلش طيب الكمون وكلش ضروري وجوده بالمطبخ نستخدمه حتى بالكوباب بكثرة كلش كلش مفيد ضروري يكون موجود عدكم بالمطبخ رح نتكلم هسا عن اشياء سألتوني عليها وخلطات معينة مثل خلطة الكاري وخلطة السبع بهارات مشكلة بالنسبة لخلطة الكاري كتبتلكم اياها بالفيديو تقدرون تسولها سكرينشوت وتجربوها كلش طيبة وكلش متزينة طبعا عانيت ما عانيت عاني ويا الكاري اهنا من جيد كل ما اشتري خلطة تطلع يا اما كلش حارة او يطلع بيها مثلا نسبة الكركم كلش عالي في الصير المرقة عندي يعني لونها محلو جربت هذه الخلطة وكلش كلش طيبة ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم طبعا الكاري هو بهار هندي غني عن التعريف يدخل بكثير وصفات هنتكلم هسه عن نوع من انواع التوابل العشبية اللي كلش انتشر استخدامه باخر فترة اهلا وهو الاوريغانو الاوريغانو هو نوع من انواع الزعتر الزعتر بيه عشرين نوع واحد يختلف عن الثاني الاوريغانو كلش طيب بدا يدخل بكثير وصفات لاحظتوا موجودة كثير وصفات بالقناة استخدمت بيها الاوريغانو ابرزها هي صلصة البيتزا ينطفى الطعام للبيتزا كلش طيب للمعجنات بدأ استخدمه يعني بكثير بكثير وصفات طعمه كلش طيب انصحكم باستخدامه واكو بالقناة وصفات مستخدمة انا بيها الاوريغانو وصلنا حسه الاكثر شي سألتوني عليها وهي السبع بهارات مشكلة طبعا هالقبل ما كان عندهم شي اسمه سبع بهارات مشكلة كانوا يسموها بهارات جدر السبع بهارات مشكلة اصلها اتصور تركي اتصور هي نفسها البهار العثماني هسه من تروحون التركية وتدخلون لأي محل مال توابل ينطوكم تشيز مثل هذا هي هذه السبع بهارات مشكلة مكوناتها تختلف من بلد لبلد التركية تختلف عن العراقية العراقية تختلف عن المغربية وعن مال بلاد الشام يعني كلها هي طيبة لكن المكونات تختلف يعني اكو ناس مكان ما تخلي فلفل اسود يخلون شطة مجروشة هي اثنيناتها بهارات حارة لكن الاختلاف صار باستخدام المكون اللي دا تظهر هسا امامكم مع الشاشة هي خلطة كلش كلش طيبة للسبع بهارات مشكلة انصحكم تجربوها وان شاء الله ما تندمون تقدرون تحضروها بنفسكم بالبيت طعمها كلش طيب ومتزن منتكلمنا عن البهارات المشكلة بالمنتدى كانت اكو مشاركة من احدى صديقات القناة المميزة جدا قالت انا ما استخدم سبع بهارات انا اخلي اكثر فاذا انتو ايضا عدكم خلطات او ضيفون مواد اكثر للسبع بهارات مشكلة وتطلعوا اياكم طيبة اتمنى فضلا وليس امرا تكتبونا تجربتكم مع هذه البهارات تخلونا ياها بتعليق حلو اسفل الفيديو واكيد رح ندعي لكم وتؤجرون عليه هذا هو شكل البهارات بعد انخلطتها طبعا هذي منافس هاللي بالكيس هذي باقية عندي منخلطة سابقة لكن هي بهالشكل هذا نخلطها مع بعض ونخليها في علبة ونستخدمها طبعا بكثير كثير وصفات انا بصراحة يعني احب استخدمها وما حب اكو وصفات احب اعرف بالضبط اش قد خليت من كل مكون واكو وصفات لا ماكو مشكلة يعني استخدم السبع بهارات مشكلة وهي كفيلة انه اتوزع للنكهات هذي كانت معلوماتي البسيطة جدا عن البهارات والتوابل اللي لازم تكون عندش بالمطبخ اكو اشياء ما تكلمنا عليها معروفة هي للكل واكيد موجودة في كل بيت مثل الكركم الكزبرة الصبغلاوزينة البابريكا عدتكم مثلا الزنجبيل هذي موجودة في كل بيت وكلنا نعرف نستخدمها ونعرف بشنو نخليها يعني هذي كانت اشياء ومعلومات بسيطة حبيت اتشاركها وياكم ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم والمعلومات فادتكم خصوصا المبتدئات اتمنى اتشاركوني خبرتكم ومعلوماتكم بخصوص البهارات والخلطات وان شاء الله مستقبلا عندي كم وصفة بهارات كلش مميزة رح نخلطها سوية ونحضر بيها الوصفة سوية وان شاء الله تستفادون ما رح اقولكم شنو هي لان صارة من اقول رح اسوي الاكلة الفلانية يسابقونوا ياي القنوات ونزلوها قبلي فان شاء الله خذلكم ياه مفاجئة اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني باللايك وتشاركوا بين الاصدقاء اشكر متابعتكم والى اللقاء اشتركوا في القناة